بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وخلق من جسده حواء عليها السلام وأسكنهما الجنة قال الله عز وجل لهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأغواهما الشيطان وعصيا أمر ربهما فأهبطوا جميعا إلى الأرض ولما أهبط آدم وحواء عليهم السلام إلى الأرض نزل جبريل عليه السلام ليعلمهما كيف يعيشان في الأرض فبدأت الحياة على الأرض وبدأت ذرية آدم تكثر على الأرض ولكن وقع على الأرض ما لم يكن يتوقعه آدم عليه السلام إذ قتل قابيل أخاه هابيل حسدا عليه من أجل أن يتزوج أخته فحزن آدم حزنا شديدا على موت ابنه ولكن الله عز وجل عوض آدم وحواء بولد جعله الله عز وجل نبيا من بعد آدم إنه البار بوالديه التقي النقي هبة الله ثاني الأنبياء على الأرض إنه شيث بن آدم عليه السلام أرسل الله عز وجل إلى آدم وحواء شيثا وكأنه تعويض وجبر لقلبيهما لما عان منه الأبوان عندما قتل ابنهما إذ قتل قابيل هابيل وكان شيث بارا بوالديه إلى أقصى درجة وأخذ آدم عليه السلام يعلم شيثا كل ما في وسعه حتى يعمر الأرض بما جاءه الله عز وجل به ليجعله الله عز وجل نبيا بعد موت سيدنا آدم عليه السلام وقد أنزل الله عز وجل عليه خمسين صحيفة وقد ولد شيث بن آدم عليه السلام بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل بخمسين سنة قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حواء ولدت لآدم عليه السلام شيثا ومعه أخته حزورا فسمه الله تعالى هبة الله لأنه جاء عوضا عن هابيل فقد قال جبريل لحواء عليه السلام بعد أن ولدته هذا هبة الله أي إنه خلف من هابيل وللأمانة مشاهدين لم نقف على صحة هذه الرواية قيل كان عمر آدم عليه السلام عندما رزقه الله تعالى بشيث مئة وثلاثين سنة فلما حضرت الوفاة نبي الله آدم عليه السلام أخبر أبناءه أنه يشتهي ثمارا من ثمار الجنة فانطلق أبناءه يبحثون له عن تلك الثمار فلقوا الملائكة في طريقهم فسألوهم عن وجهتهم فقال أبناء آدم للملائكة بأن أباهم يشتهي ثمارا من ثمار الجنة وبأنهم في طريقهم لإحضارها فأخبرتهم الملائكة أن مهمتهم قد انتهت وعليهم أن يرجعوا فرجعوا وقد كان آدم قد قبض فغسلته الملائكة وكفنته وصلى جبريل عليه وخلفه الملائكة وخلفهم أبناء آدم وقيل دفن في موضع غار الكنز في جبل يسمى أبو قبيس وقد عاش عليه السلام تسعمائة وثلاثين سنة وقيل ألف سنة تولى شيث عليه السلام الأمر من بعد أبيه آدم عليه السلام دونا عن إخوته ذلك أنه قبل أن يموت آدم عليه السلام بأحد عشر يوما مرض فأوصى إلى شيث من بعده وكتب وصيته في كتاب وأعطاه إياه وأمره أن يخفيه عن أخيه قابيل لأنه كان قد قتل هابيل حسدا وكان شيث أفضل ولد آدم وأكثرهم شبها بأبيه قد كان شيث عليه السلام نبيا مباركا فقد خلف أباه آدم عليه السلام وذكره رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من الأنبياء الأربعة السريانيين بقوله لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله عن أول الرسل أربعة سريانيون آدم وشيث وأخ نوخ وهو إدريس عليه السلام وهو أول من خط بالقلم ونوح وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستمر النبي شيث عليه السلام في إكمال ما بدأه والده آدم عليه السلام وبعد مرور عام من موت سيدنا آدم عليه السلام ماتت حواء عليها السلام فقام شيث عليه السلام بدفنها بنفس طريقة دفن والده آدم عليه السلام التي قامت الملائكة فيها بتعليم شيث وإخوته كيف تتم عملية الدفن وبالتالي جعل الله عز وجل شيثا نبيا من بعد موت آدم عليه السلام وقد أنزل الله تعالى على شيث عليه السلام خمسين صحيفة ثم أخذ شيث عليه السلام يشرع للبشرية أمور الدين ويبين لهم الحلال والحرام فكان أول من حرم زواج الأخ من أخته التوأم وبعد أن تولى قومه وسكن الجبل منع قومه من الاختلاط بقوم أخيه قابيل الذين كانوا يسكنون في السهل لأن الشيطان كان قد أضلهم واتخذوا المعازف والملاهي وغرقوا في اللهو والفساد فقد تشكل لهم إبليس بهيئة غلام وعمل أجيرا لدى رجل منهم وبعدها بزمن أخذ يبتكر لهم الأمور الغريبة كما ابتكر لهم اللباس المتنوع ثم جعل لهم عيدا يجتمعون فيه تتبرج النساء للرجال وصنع لهم مزمارا كمزامير الرعاة وأخذ يعزف به بصوت جميل لم يسمع مثله من قبل وبعدها أصبح نبي الله شيث عليه السلام هو نبي الله في الأرض بعد سيدنا آدم عليه السلام وكما قلنا كان قوم شيث يسكنون الجبال وقوم الأخ القاتل يسكنون السهول ومنع شيث قومه من الاختلاط بقوم أخيه وفي إحدى المرات تجرأ رجل من قوم شيث عليه السلام ودخل بين قوم قابيل في عيدهم فتعجب من حسن نسائهم فقد كانت نساء السهول أكثر جمالا من نساء الجبال وطريقة تبرجهن مختلفة وكانت في رجالهن دماما فيما كان رجال الجبال من قوم شيث يتسمون بوسامة الوجوه وفي نسائهم دماما ثم رجع ذلك الرجل إلى رفاقه وأخبرهم بما رأى من حسن وجوه وجمال خلقة وتبرج نساء السهول حتى أغراهم بما وصف فعصوا أمر شيث عليه السلام ونزلوا السهول ليشاركوا في عيدهم واختلطوا بنسائهم وافتتنوا بحسنهن وافتتنت النساء بحسن رجال قوم شيث ليكون ذلك أول زنا يقع في تاريخ البشرية قيل هذه القصة مشاهدين من الإسرائيليات وقد روي بنحوها عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى قيل إنه بعد تلك الحادثة سمع أناس آخرون من قوم شيث ما حدث فهفت نفوسهم إلى المعاصي والافتتان بالنساء وأخذوا يهاجرون من الجبال إلى السهول فبدأ يقل عدد أصحاب شيث عليه السلام وازداد عدد قوم قابيل ودب الفساد والفسق والفواحش في قوم قابيل ومن هاجر إليهم بل امتد فحشهم إلى خارج قرىهم فأخذوا يهجمون على قوم شيث فيؤذونهم ويقتلون منهم وكان شيث عليه السلام قد مات حينها وبعد انتشار الفسق والفجور والبعد عن الله تعالى بدأ الله عز وجل في إرسال الأنبياء واحدا بعد الآخر قيل والنبي شيث عليه السلام حتى اليوم يحلف به الصابئة في العراق بل يقولون إنه منبع ديانتهم وبعده النبي يحيى والصابئة ذكروا في القرآن الكريم في سورة البقرة في قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن لم يرد اسم نبي الله شيث عليه السلام في القرآن الكريم وإنما اقتصر ذكره في الأحاديث النبوية لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل إنه ربما أخذ عمن أسلم من أهل الكتاب بعض أخبار الماضين والظاهر أن هذا منها وإذا كان من المحتمل أن هذا من أخبار أهل الكتاب فأخبارهم التي لا يوجد في شرعنا ما ينفيها أو يثبتها كهذا الخبر فحكمها أن لا نصدقها ولا نكذبها إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا رواه البخاري وعن ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه ومن هنا ندرك مشاهدين أن قصة نبي الله شيث عليه السلام تلخص واحدة من أكثر المشاكل التي نتعرض لها خاصة هذه الأيام وأهمها الشهوة التي خلقها الله عز وجل داخلنا والتي تعتبر هي المحرك لمجموعة كبيرة من المعاصي والذنوب ففي بداية الخلق قتل قابيل أخاه هابيل بسبب حبه لامرأة كان يريد أن يتزوجها وهي ليست من حقه ليرسل الله عز وجل بعدها شيثا عليه السلام إلى آدم وحواء ولدا صالحا ليعوضهما عما حدث ولكن بعد وفاة آدم وحواء عليهم السلام بدأ قوم شيث يشتهون نساء قوم قابيل فلا يمكن التحكم في الغريزة البشرية وإبعادها عن المعاصي سوى بواسطة التقوى تقوى الله عز وجل فالتحكم في النفس ليس أمرا سهلا على الإطلاق فلا يكون إلا بالتوكل على الله واللجء إليه والاعتماد عليهم فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك ربنا من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته